موسيقى مساء الخير عليكم أحبة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج تحت المسمى الانتخابي ضيفي لهذا اليوم الفريق الركم نجيب الصالحي أنت حالف سائرون أهلا وسهلا بي وأيضا للأستاذ رائد فهمي سكرتير لجنة المركزية للحزب الشيوعي أهلا وسهلا بي دعني أبدأ معك سيادة الفريق بترشيحك الاسم العنوان وأيضا جزء من المتبنى أو البرنامج الانتخابي جنابك بسم الله الرحمن الرحيم اسمي الفريق الركم نجيب مصطفى مهدي علي الصالحي أضو تحالف سائرون عن حزب الاستقامة نعم من الطبيعي برنامجنا العام هو برنامج القائمة السائرون نحو الإصلاح الدولة العراقية بشكل عام تحتاج إلى عادة نظر جدية بالنظام السياسي القائم وبالعملية السياسية وبالمفردات ما انفرز عن هذا النظام شعار خاص بك تبنيت سيادة الفريق يعني دائما أنا أشعر أنه الخلل بالدولة الآن يعود بشكل مباشر إلى الفساد الإداري والمالي وما ترتب على هذا النهج السيء من فساد في أجهزة الدولة عموما طيب وبالتالي هذا الفساد عطل الدولة العراقية ما عادل الدولة تنتج أي شيء يختم المواطن وبالتالي أعتبر معالجة الفساد هي المفتاح لإصلاح الدولة العراقية والأكثر من هذا أعتبر مدى جدية الحكومة القادمة ورئيس الوزراء القادم بمقدار تصدي الحاسم للفاسدين هو معيار الجدية بالعمل لإصلاح العراق نعم أستاذ رائد فهمي برنامجك اسمك رقمك تسلسلك حتى في القائمة رائد جاهد فهمي صالح أيضا مرشح من قائمة سايرون وتسلسل رقم ثلاثة أنا طبعا حكم السكرتير لجمع الكزي الحب الشراقي احنا عندنا برنامج الحب الشراقي وبرنامجي في هذه النقطة هو أيضا ينسجم طبعا ما برنامج السايرون أنا أدعو إلى دولة المواطنة المدنية الديمقراطية والعدالة الاشتماعية هذا الوجه والوجه أنا أعتقد أن الآن عندنا تجربة 12 سنة 14 سنة أثبتت أنه فشل نهج معين كامل وهذا النهج هو شخصه بس النهج فإذا لديه قضية ضرورة التغيير فالتغيير ضرورة وليس مجرد أحد الخيارات وهذا التغيير هو اللي يفضل الإصلاح لا يمكن الآن تحتحدث على الإصلاح بالتغيير طيب فالتغيير بالنهج وبالشخص ولذلك سأتحدث اليوم إذا تقول لي دولة المواطنة ما قدر أقول التغيير نحو دولة المواطنة دولة المواطنة شنو تختلف عن دولة الدولة المدنية؟ لا لا هي المواطنة يجوز ربما المدنية بتفاصيل أكثر بس الآن نحن بالتعابير معينة خلقوا كلش بتقارب المفهومين دولة المواطنة تركز على اعتبار كل المواطنين على قدر المساوات فاستفترض أيضا الآليات الدولة المدنية بمعنى دولة قائمة على القانون قائمة على نظمة الدستور تقوم على أساس المؤسسات وأيضا بحكم آليات كلها هذه سترفع من أداء الدولة وبتحقق قدر أعلى من العدالة الاجتماعية ببعد سياسي وببعد اجتماعي سياسة فريق تأيد أنت الدولة المدنية أكيد؟ هو بالتأكيد هدفنا كلنا هو بناء الدولة المدنية عبر مؤسسات وطنية كفوئة ونزيهة تقدم خدماتها بنزاها إلى المواطنين دولة القانون والمؤسسات وهذا شيء متفاق كيف تتحقق هذه الدولة؟ يعني تتحقق أساسا بالعملية الديمقراطية من خلال انتخابات وإن شاء الله تكون انتخابات نزيهة وتفرز ناس نزيهين وبالتالي تشكيل هذه الحكومة وما ينبعث عنها من مؤسسات حكومية تبنى بشكل جيد رصين فتأدي تدريجيا طبعا مدعومة بقوة القانون وبوعي مواطني قوي هذه ما تصير بسهولة بصراحة يعني يحتاج لها وقت دولة المؤسسات طيب دولة المؤسسات طبعا هي تحت عباءة الدولة المدنية هذا شيء أكيد طبعا لكن أنا أريد أسأل سؤال ربما المواطني يسأله أيضا هو هل نحن الآن في هذه الدورة نحن في دولة إسلامية مثلا لو شن التصنيف الحالي للدولة الحالية حتى نتحول إلى دولة مدنية والله حقيقة أنا خلال الفترة الماضية لا دولة إسلامية ولا دولة مدنية يعني مزيج من الشعارات والفوضى والفساد أدت بنا إلى وضع يجب التغيير وعالة النظر ما كن مفهيم إسلامية في ظل الفساد وفي ظل التخلف وفي ظل الأرهاب وفي ظل الأشياء السيئة اللي مرنا بها ماكوش شي بالأحزاب بالمفاهيم الإسلامية هذه كانت شعارات استفاد من عدها البعض للوصولها للسلطة والتمسك بها طيب بعيدة عن الإسلام وبعيدة عن أي قيم أخرى استعدراء أنت كنت في يوم من العيام جزء من الدولة شنو كان التصنيف اللي تشعر بي انت داخل الدولة لا خليني على هاي النقطة الدستور مالتنا ما ينص على دولة إسلامية لكن الدين الإسلامي هو مصدر تشريعي وهذا أحد مصادر التشريعي مصدر رئيسي لا مو الوحيد مو الوحيد مو الوحيد مو مصادر أخرى وكل الدستير السابقة تركه موجودة كنصة الدين يعني الإسلام مصادر مصادر تشريعي مصدر رئيسي مصدر رئيسي لكن أيضا بفقرات معينة جرى الاعتماد عليها لأجل تشكيل شكل من حكم قائم على أساس المخاصصة وليس على التفاهمات السياسية وليس على البنو الدستورية هذه النقطة المؤمنة هالدولة المحاية حكومة المخاصصة ومنظومة الحكم القائمة على المخاصصة أدت هالضواهر يتفضل بها حتى سيد فريح أنه الآن دولة متشضية في بنيتها غير قادرة على أن تبلو الرؤى موحدة رؤى متقاطعة في داخل الدولة وبالتالي تأسس إلى صراعات أثنين هي أيضا غير قادرة على بناء مؤسسات تحقق الإنجاز لذلك الدولة هذه لم تحقق الدولة على مدى هذه السنوات لم تحقق إنجاز كبير ووفرت بيئة أسسة الفساد أو تنتعج بها الفساد هي البيئة تنتعج بها الفساد وبالتالي نحن نقول الدولة المدنية بمعنى هذه المواصفات التي قلنا هذه الدولة تقوم على أساس أن احترام المواطنين تتعامل بيهم على قدر المساواة كمواطنين وبالتالي هي نافية للممارسة الحالية القائمة على المخاصصة لأن في المطاف الأخير اليوم ننزمها إلى حصة بالدولة وبالتالي هي ما كل شيء تسجم إلى فكرة المواطنة كحق على قدر المساواة كل المواطنين طيب أستاذ رائد شون وصلنا لهاي دولة المحاصصة هل كان الاتفاق عليها من الأساس من اليوم الأول لو الظروف فرضت أن تكون هناك لا هي شو فيها القضية بدت من زمن المعارضة كيف صحيح زمن المعارضة منذ تشكل ورد تسعين وعا تسعين منصال مؤتمر وطني وغيرها مؤتمر لندن وغيرها الصيعة والسنة والكرد فاتبالورت وصارت حتى في تشكيلات المعارضة الآن بقاذ النفس وخالف النفس المشروع قبل قبل تيارات فكرية سياسية اليوم انتقلنا إلى تيارات قائمة على العراق وعلى الهويات بعدين من صارت وراء التغيير هذه جرى تكريسة أيضا مؤسسيا ووجد إلى أرضية فكرية بالأطروحة التي تقول أنه في بلد متعدد العراق وتعدد القوميات وتعدد الأديان وفي حالة غير متصالحة ما بينها وهكذا التقدير فإذا لازم نأسس إلى دولة التوافقية وهذا يتعني أنه الكل يتمثلون بالدولة وهذا التمثل يتم عن طريق التشكيلات السياسية القائمة وعلى المعادلة بها فإذا المفروض أن المكون يكون مشارك كل المكونات مع البلد فمن خلال ممثلية بالتطبيق العملي يختزل المكون بممثله أي يختزل المكون إلى الأحزاب الممثلة له وفي داخل الأحزاب ربما يختزل إلى حلقات أضعف وتولدت منظومة من الامتيازات من الممارسات من صيغة من صيغة تقاسب الدولة كغنيمة عمليا فصالت حصة لهذا الطرف والحصة الآن صارت ترجمت إلى وزارة وإلى مؤسسات فالمؤسسة صارت بتقترائيات هذه قطاعيات التيار في الحزب أو الطيف المعاني هذا هذا حصة الطيف الآخر هذه العملية أدت شنو؟ أدت أن الدولة كوحدة متجانسة تفعل فعلها وترسم تحدد رؤاها وتفعل آلياتها ما عادت ممكنة لأنه كل طيف للأسف ما هم مشتركين بالرؤية البرنامجية ما عادوا برؤية برنامجية مشتركة هم متفقين على حالة من التحاصص والعمل مشترك في إطار الدولة لكن كله عظم الحصطة وذلك كنا نلاحظ أنه ما متفقين حتى من العدو من الصديق هذا يعتبر إيران صديق تخاطع بالأفكار إيه بس بالدولة ما تصير سفتهمنا بالتعيات فكري معقولة بس أنت بدولة في عدو هذا من مسؤولين هذا يعتبر إيران صديقة كل شيء هذا يعتبرها عما ينوى وكما عدو هذا يعتبر تركيا عدو هذا يعتبرها صديقة هذا يعتبر السعود هذا ليس صديقة أنا قلت له مرة قلت له إذا عندنا مدفع واحد ويوجه ضد العدو وين وجه ما يتفقد ما يتفقد هذا ربما يتناغم مع أفكارك سيادة الفريق بالتأكيد يعني الأستاذ رائد شرحها باختصار وشكل مركز ربعا هذه الأدت إلى غياب الهوية الوطنية العراقية وبهور هويات أخرى بشكل معين وبدأوا كثيرين يتكتلون تحت هذه الهوية الفرعية ونسأت الهوية الوطنية العراقية يعني حتى كلمة مواطنة ما موجودة يعني قليل ما يذكر ولهذا نعيد دائما المواطنية والهوية الوطنية العراقية وطبعا هذا المدخل المحاصصة هو انتهى بالأخير هي ما تخدم العنوان اللي تحتها يعني هي مو هوية مذهبية لكن هذا مدى يخدم المذهب إذا اتفقنا دولة بالأخير انتهت بأشخاص بأشخاص يتبادلون المصالح تحت هذا العنوان هذه طبعا أدت إلى الفساد بالدولة العراقية لأن تحول بالسلوك الإداري والوظيفي والمصالح فالآن من تعالج الفساد الإداري يجب أول ما تصدّى إلى مسألة المحاصصة أنا أتسألك سؤال شخصي اليوم في قضية المحاصصة اليوم أنت تعرف جمهورك وين؟ أنا شخصيا أعرف بعموم بغداد توجهت بشكل عام لو ركزت على مناطق معين الآن جمهوري حاضرين أنا شاهدوني أنا توجهت على كل مناطق بغداد وجمهوري وعندي من جمهوري قسم من أخواني وزملائي العسكريين سواء في الجيش الحالي أو في الجيش السابق وبالتالي جمهوري متنوع وهوية الشخصية أيضا متنوع لكن بعض من المرشحين اشتغل على مناطق معينة إلى الآن هناك من يعمل على تفصيل هذه المناطق طائفيا وتفصيلها قوميا وعرقيا شو رأيك؟ هي مع الأسف يعني الانتخابات إحدى أفرازاتها أنه تنمي المنابع الطائفية والعنصرية والمصلحية يعني إيه هاي من الفرازات الإنتخابات من الفرازات الإيجابية هو يريد يروح طبعا هي إيجابية كلتها إيجابية نحن 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 عن الإفرازات يعني السلبية العملية للانتخابات مولة الديمقراطية الانتخابات هو كل من يتوجه على مجموعته فأكو هو ما عنده غير لون معين يتوجه على كل من يروح على الناس اللي يعرفهم زين هذا ينطبق الكلام عليك ستاد رايد على اعتبار جمهورك من الشيوعيين الشيوعيين لا مو شعي الأفراد لا إذا نقول الشيوعيين لا إحنا عندنا رؤية عامة يعني راحت المدينة الصدر مثلا راحت للصدر راحت للصدر وراحت للمنطقة اللي بلكار وراحت لإنانا فإحنا بطبيعة برنامجنا وتاريخنا إحنا متنوعين يعني سواء كتركيبة وكرؤية هي رؤية وطنية شاملة إحنا نتجاوز هذه الخصوصيات نحترمها ولكن عندنا رؤية ذات بعد وطنية وشهودة له وعروحة ما نحتاج أن نفصل بهذا الموضوع لأننا عندنا تاريخ طويل بهذا الشيء وبالتالي عندنا حضور بكل مناطق بغداد وهذا دحشة على بغداد نفس الشيء بالمحافظات وإذا كان للأسف لأنه فترات التخندق الطائفي والصراع الطائفي خلت ظهرت هاي تفضلت بي أنه أكون قوى سياسية اللي يعني اسمية طائفية سياسية طائفية سياسية ركفت على نفسها يعني لا إلا أن هي ركزت على الطائفة مالتها ودعت مرات أقول أقول دعت لأنني بنتظرها تتمثل الطائفة ودعت أنها تتمثل مصالح الطائفة وتركز ولأجل أن تأمن أنها حضورها وتحاول أن ترصيدها بالأحضر تلجأ إلى نوع من الشحن أما مباشر أو غير مباشر المباشر أصبح صعب الآن صعب واحد يعني غير مباشر أكو أشكال مختلفة الآن فبالنتيجة لأنها ما عدا شيء ببرنامجه يتعدى الطائفة وإذا سوت إلى انتقلت من الفضاء الطائفي إلى الفضاء الأكبر فيشوف نفسها ما عدا تكون بالعدام وزن ما عامل طوال هالفترة لا في برامجه ولا في نشاطاته إلى خارج البعض الطائفي لذلك سعى نرجع هل هذه الانتخابات التي هي أحد ملامحها وأحد الأمال المعخودة عليها أن تخرجنا من هذا الفضاء الهوياتي الضيق سواء الطائفي وغيرها إلى الفضاء الأرحب الوطني وليس هذا على مستوى أفراد وأشخاص أن هناك قناعات عامة بالبلد قناعات عامة حتى عنده أولئك الذين كانوا منكفئين على طائفتهم لأن هذه النتيجة لا يوجد شيء لدينا مشاكل مشتركة كوطن مشاكل مشتركة كمواطنين وهذه اللاحظة اللاحظة في حالة التشضي والكتل الكبيرة اللاحظة في العلامي وتلاحظوها أيضا في اقتراب الكتل في داخل سائرون أيضا سائرون بهذا المعنى هو تتسيد بهذه الحالة أبرز الترجمة وأكثر ترجمة شخصة وواضحة لهذا التطور الذي يصير على المستوى المجتمعي على المستوى السياسي على التقاب الوعي فإذلك هي متقدمة بهذا الموضوع أنا أعتقد سائرون هي تتأشر إلى الإمكانات المسارات اللي يتوجهها للمجتمع وبالتالي أنا أعتقد أبرز شيء بالمشهد السياسي هو تفص سائرون وأن مدى أتحدث بها بالمنطلق الضيق لأن طلق من ناحية العمق ضم الطيف السياسي واسع جدا ستة أحزاب وقسم منهم يعني من الألوان فكرية متمايزة متمايزة وكبادة دخل نقول البعض الأحيان كان يعتقد أنه لا يمكن أني التلتقي التقت فالبعض يتساءل البعض يقول والله هذي هاي جوز حسابات ظرفية حسابات اتخابية البعض يقول لها لا بد أن تتفجر بس هما ذلك كلهم داي داي يسحبوا داي يستقطون للتجارب السابقة على الحاضر يعني ماذا يأخذ مع الاعتبار أنه هذه تنشأت ما نشأت بين يوم اليوم نشأت في ضوء تجربة الاحتجاجات في ضوء المأزمات المتتالية واللي مسؤول عنه اللون الطائفية السياسية بكل عذابه فهي عبرت عن معي متنامي بالمجتمع ووجد تعبيره في الحركات الاحتجاجية التي اشترك فيها الإسلاميون سوى صدريين ومدنيين بعضها في المختلفة وتحددت المشتركات وهذه المشتركات هي مشتركات ذات هوية وطنية وسائرون جدت معبرة على كل هذه العملية وجسزتها بتشكيل سياسي متقدم راح أرجع لك على النشأة سائرون لكن أسأل سياسة الفريق من خلال تجوالك في مناطق بغداد والتثقيف لمشروعك الانتخابية والتثقيف لنفسك في الانتخابات المقبلة شنو لقيت الانطباع داخل الشارع العراقي الشارع العراقي عنده موقف سلبي من العملية من كل العملية السياسية ومن الأحزاب ومن القوامسة فأول ما تلتقيه يحاول أن يهجم عليك ويجيب هذه الأسباب كلها ويصورك شيء آخر وبعدين يبدأ يتفهم الموضوع شارع العراقي بسيط ومع الأسف أيضا طموحاتهم أصبحت بسيطة ومتدنية خاصة بالنسبة للمناطق الشعبية يريد ماء ويريد كهرباء ويريد يعني شغلات بسيطة ونسى طبعا هذه من أبسط نسى حقوقه الأخرى نسى نسى الأشياء الكبيرة الألق العراقي اللي كان العراقي يشوف نفسه أنه يجب أن يكون أرفع من هذا المستوى أن يطالب بأشياء كبيرة الآن بدأوا العراقيين يدورون بالبنية التحتية والأشياء البسيطة وطبعا هذه ملاحظة بسبب النظام السياسي اللي موجود خلقهم يفكرون بها الطريقة هاي وينسون طموحاتهم الكبيرة وهذه طبعا مشكلة يعني يردون من النائب المشروع نائب أن يوفر لهم خدمات وكهرباء ويعين أولادهم هذه حقوق مشروعة لكن هاي خارج إمكانيات النائب بعض النواب ممكن المرشحين ينطي هذه الوعود والآخرين ما يقدر يعني يتلفظ بها أساسا لأن احنا نسعى إلى بناء دولة هي تؤفر لهم هذه الخدمات مو النائب ولا شيء يعني هذه المفاهيم يحتاج لها إعادة فهم وتوضيح ونحتاج يعني إلى بناء نفسي بناء نفسي وطني قوي للمواطن العراقي من المسؤول عن هذا البناء النفسي سيد تفريد؟ يعني هسا الآن الكل السياسيين والمثقفين والحكومة وحتى المراجع الدينية الكل المفروض يعيدون النظر بالبناء النفسي للمواطن العراقي لا أشوفهم على الأسف مواطن مواطن بعيف جزء من البناء النفسي أستاذ رائد أطلقت المرجعية كلام أنه المجرب لا يجرب هذا طبعا يتطابق مع أفكار سائرون توجهاتهم على اعتبارهم يرشحوا ناس قدامة في الحكومة وإضا مبدأ الشلق قلع اللي تحدث به سيد مقتدى الصدر هل هذه الكلمة كافية برأيك من المرجعية؟ أنا أعتقد هي المفروض أن تأتي تفسير به الموضوع والآن مع اقتراب المحطات يعني المحطات الحاسمة في العملية الانتخابية أنا أتوقع أن المرجعية حتى تتحدث بسياغ عامة طبعا ليس بسياغ التفصيلية ولو هي التتشارات كبيرة بس أنا أقول أن هذا الموضوع أخذ فهم جوهرة يعني لن نختزل بها أنا قلت أكو ضرورة التغيير التغيير نهج وهذا النهج لازم بي أشخاص وليس نفس الأشخاص اللي هم مسؤولين عن صار ثلاث دورات أو أكثر مع الحكومات متتالية وكانهم كل الفرص أن ينفذون ما يعدون وكان هم بالعكس كان هم من من كرس سواء النهج المحاصصة وكثير من الضواري السلبية اللي دل نعيشها بالبلد هم كانوا مسؤولين عليها وكانوا مسؤولين أيضا على الكوارث اللي صارت سواء العسكرية وغيرها هل من المعقول هم نفسوا قادرين على أن يأتيوا بالجديد ويتسوون هذه العمل الإصلاحية نعم وهي مو بين يوم اللي يتغيرها مو موضوع أشخاص ولا اليوم نمت اليوم والصبع قلت والله دي غيرت ولا يصدت كذا كذا القضية مو يشي الإنسان ما ينفصل عن ماضيه ولا على توجهته فقضية ما يسمي الشرق وسمي المجرب لا يجرب الفكرة أنه إحنا بحاجة إلى تغييرات جدرية زين والتغييرات الجدرية أساسا من ناج ومن الأشخاص أبير وفكرة التغيير الشامل بمعنى عندك أرجالي للنقطة الأولى اللي ذكرت العلاقة بين المواطن والمؤسسة السياسية سواء كان نواب أو الدولة نتيجة هذا النكث في العهود والوعود وسوء الأداء فالمواطن بالتدريج بدأ يفقد الثقة بإمكانية تعداد أي شيء لأن الذين يجون يوعدوا وما يفعل شيء سواء كان نواب والحكومة أيضا تستمر بالوعد إلى ولاعظ أن تكرار الوجوه الرئيسية هذا كرس قال إذا هذا البارحة ما سوى لي شيء لماذا باتش رح يفعل شيء فإذا أكو فكرة أزمة ثقة أكو أزمة ثقة فإننا على المد تستعيد هذه الثقة لازم تططي إشارات قوية لهذا المواطن لذلك المبدأ الكبير المجرب لا يجرب وبهن الناحية أنه أنت تططي الطباء أنه يا بذولة فعلا لازم ما يقدر أن يتأولون هالمسؤوليات لأنه ما نظه بهذا الدور وتططي إشارة أنه نحن هنفتح صفحة جيدة بس إيضا لا يفهم بالمعنى الآخر اللي هو جزء شوية ترسيطي أنه أيضا الهيجون هو مو كل جديد بضرورة زياد مو كل قديم أيضا بضرورة بضرورة يعني هو الجديد هو ما مجرب بس بجزء من الجر ما يطلع مزيد ما ذي كنت فإذن فإذن هي الحقيقة هو التعشيق على القيم مالته كل من نزاه أو أداء جيد لا يجوز التفريط على كل المستويات على كل المستويات فبسي الرسالة الرئيسية لذلك الرسالة مرات تكون ترسيطية حروب العلام الرئيسية أنه لوجه العام أن هناك الدولة بمفاصلها المختلفة بحاجة لتغيير حقيقي بالنهج للتأكيد على وجود رغبة حازمة في إحداث الطائر سأتفرق قد القناعة لدى المواطن بهذا المفهوم أنه المجرب لا يجرب والتغيير لا بد أن يحدث قد النسبة من خلال طلاعاتكم من خلال استبياناتكم التي أجرتها الحقيقة المواطن يتمنى أن هذا المجرب لا يجرب تطبق حقيقة وينتظرون المراجع الكرام مزيد من التوضيحات والإصرار على هذا لأنه قد البعض يفسر هذا التفسير بشكل آخر ولو هو تفسير واضح يعني نحن بمستوى دولة وسياسيين وأحزاب واضح يعني التفسير ولكن المواطن المواطن حتى يقتنع وحتى ميض ما يخطع إلى إغراءات كثيرة من الآخرين يحتاج لها تفسير أكثر يعني بهذا الموضوع أكو جدل كثير بهذا الموضوع المجرب لا يجرب يعني الأخوان اللي كانت بيديهم زمام الأمور خلال السنوات الماضية عليهم أن ينطون فرصة للآخرين حتى وإن كانوا ناجحين يعني حتى وإن كانوا ناجحين لابد أن ينطون فرصة للآخرين بعدين نجاح إحنا إحنا دائما نقول النتائج واضحة نتائج عكسية فساد دولة تعبانة يعني بهذا الوضع هذا أكو ناس كانوا ساكتين على هذا ما جرب العراق يعني أكو فاسدين تم تشخيصهم ودائما الدور اسمهم وأكو الآخرين ساكتين وكأنه هم معينهم هذا الأمر وبالتالي إذا مو أنا أقولهم من رأي العام الشعبي يقول هؤلاء مشاركين بهذا الفساد ولهذا يعني يشوفوا لهم يعني التفسير واضح المجرب لا يجرب لكنه العراقيين تعلموا على من معتهم الإرادة لأن يصرفون بشكل مباشر ينتظر يعاز يقول لك المرجعية قالت المجرب لا يجرب فإحنا أريد التفسير أنا مو بس المرجعية أريد أقول التخندق العشائري أيضا والوعود اللي أطلقوها بعض شيوخ العشائر لبعض النواب أنه سنتخبكم أنا أجيب لك ألفين أنا أجيب لك ثلاثة ألاف شو نرأيك بهذا الكلام هذا أيضا تغييب لهوية المواطن تغييب لهوية الناخب والله هو يعني هذا الوضع اللي احنا بيه نتيجة كذب متبادل بعدين المرشح وما بعدين من يلتقي بيه من الناس وبعدين من يلتقي وينطوا أرقام وإهامات وكلام وبعدين أكو العملية الانتخابية في العراق اتكررت في ظل هالأجواء المرة الرابعة صارت وكأنه هناك آلية معينة للكلام والبرمجة يعني ناس جاهزين يجوين من المرشح يكتولهم بطريقة معينة بطريقة آلية وينطوا خطة حتى يعلموه يعني يجي قسم الناس أنا ألتقي بيه وينطوا أصواتهم هو يقوم يشرح لي إش تسوي وإش لون كذا وإش لون تلتقي ويطينفت برنامج استفادات للاستفاد زين على كل حال يعني هي أكو هذا وقعنا بهذا الطريقة بعدين التشرين يعني شنو هاي الصور الكثيرة للمرشحين بصير عوالك يعني معرض مال صور يعني هاي طريقة لا حضارية بعدين مين هالإمكانيات المادية يعني عملية يعني عملية صعبة يعني كلش يعني أنت بهالحالة تشكك بوجود مال عام تترب إلى هذه يعني أنا حاصل على حصة حاصل على حصتي بصراحة حصة من السائرون من عندنا بشكل عام قمطة وحصة مجانا إضافة إلى من عندي سويت حصة ثانية ماك صورتي ما موجودة بالشارع وين رحنا علمان أنا نخليهم أمام الكم الهائل من الصور والألوان العلامية الكبيرة وخاصة الرأساء الكتل الأثرياء شوف صورهم غطية كل مساحة بغداد وبحجم كبير جدا وتتمزق بالليل والصبوحية موجودة وفرق العمل الناشطة بهذه لساليب هذه هذه هم أكو أستاذ رائد أكو ماكنة اشتغلت لتسقيط سياسي بين الكتل من خلال تمزيق الملسقات هذه ضوار حقيقة تبدو لي وكان أستفعلت في هذه الحملة يعني مم فقط تمزيق الصور وبعد التسقيط الآخر بأفلام تطع تسقيطية هذا في الشي مؤسف جدا ومن المفارقات أنه كل الأطراف موقع على مطاق الشرف اللي سوى لأمم المتحدة مصالة شهر مجف الحمر مالي مجف الحمر مالي احنا قلنا في حيني قلنا والله زياني هذا الميثاق بس أنا آمل أنه خد أدام الانتزام به بس هو السؤال ليش هذا الاحتدام ليش هذا الصعود بالشراسة بالمنافسة أبقي تخوف من معناته نقول إحنا التغيير ليس مجرد إرادة الأحزاب فقط معناته الواقع العراقي هو دهيت يطالب بالتغيير لأنه الأزمات أو السطحات والمزاج العام للناس المزاج العام للناس وشنو بتشكيك إمكانية التغيير مو في ضرورة التغيير المم التفخين لازم يتغير بس يقول لك شخص تغير نفس الوجوه تجيه نفس الآليات تجيه وهي منظومات موجودة فساد متمترسة بالدولة شا حتى تقدر تغير مو وشلون نغير فالبعض يشكك في قدرة العمليات الانتخابية تعد التغيير وهذا موجود صحيح والبعض يختار المقاطعة طبعا نحن قل نكون واقعية من الناس العمليات الانتخابية سوف لن تأتي بالتغيير الجذري بمفردها شكت النسبة متوقعة ساد رايد لا أنا حتى أنا اللي أكثر اللي أتوقعها أنه أولا سي تبديل بعض العوامل بدأت من الآن تبديل أنه الكل عنده يتحدث أنه من نقدر نعيد بناء الحكومة على نفس النساق السابق على أساس هويات يسنن الشيعة ويتكاتفون وهتلات كتل معبرة عن هويات هي تتقاسف الدولة يبدو أولا تشضت وأولا تقول رفض عام فحصير بشكل آخر هذا ما يعني ذلك زالوا عن يعني تخلى وعن طموحاتهم بس ما ستظهر بنفس المظهر بس ما ستظهر بنفس المظهر فالآن يتحدثون عن مشروع وهمية المشروع جيد هذا ولاحظنا أيضا أنه حتى بالسجالات أيضا صار في النوع من الاهتمام مكتب بالقضايا مفقط يعني شوفه كنت أكو حالة متناقضة الآن تطالب وناس شو رح تحلي مشكلة البطالة شو رح تحلي مشكلة الخدمات وبالوقت نفسه هم يردون أيضا يأمنون ضماناتهم ويرجعون على الرصيد مالتهم بالرأس مالتهم هو هويات وإدارة المخاوف وغيرها فتلاحظ الاتجاه موجودة ذلك صار الاتجاه الآخر صار معنى كل شيء مبتذل واتخذ شكل تسقيطي أنا أعتبر مبتذل تدار سياسي وهو يعكس إلى درجة ما فتحالة من الفراح ما عندك شي تقدمه وتلجه إلى هذه الأساليب والرأس مالتهم اللي كان يتكرر الآن راح قسم منهم يرجع إلى هذا السوق جانب الآخر هذا اللي بي طموح أنه اليوم دا نتحدث على أولويات والبعض يسأل يقول ويعتبرها سلبية شينوها كل البرامج بها نفس الشيء مستنسخة أنا اللي قضيتها لنبه بها أنه كون أكم كان يسمع النقطة بعد الفاصل أحبت المشاهدين نذهب الأفاصل ونعود تفضلوا بالبقاء معنا تطبيق قناة الرشيد معا سنعيش في عالم لا مثيل له واستمع لآخر الأخبار المحلية العربية والدولية إضافة إلى البث المباشر للقناة وبإمكانك رؤية جميع برامجنا السياسية والمنوعة والرياضية كل هذا من خلال تحميل تطبيق قناة الرشيد أدر مقوة حياتك للأفضل وانضم معنا ستعيش ما لم تعشه في الواقع أهلا بكم الجديد أعود لك أستاذ رائد كنت تتحدث عن النقاط في خصوص تغيب نعم هناك من بينظر إلى البرامج وكأنها قضية فائضة على الحاجة الناس لا تهتم بالبرامج ويصير استنساخنة الكلام أنا أرجو أن يتوقف هذا الموضوع أنه قوة سياسية وقوة مرشعة هي متعي الهتمام للبرنامج وتكلف يجوز ناس مختصين يكربوا لأحلى البرامج لكنها ما إلا نية جنية العمر بالتنفيذ وكوناس لا حزب سياسي الآن بكل العالم أحزاب سياسية تتنافذ تنعي لبرامج ويرؤواها مختلفة فإذا كان هذا المفروض ينفضح لا يعني نسقط أهمية البرنامج ونختزرها فقط والشخص المناسب حتى تسل شخص وكفوه ونزيل وإذا ما عنده برنامج ما عنده برنامج وما عنده قدرة وما عنده رؤية عامة ما يقدر ما ينجح إذا كان أقول منها هذا أسمع حتى من الناس الناضيين والمواعين البرنامج ضرورة وواجب أما أنه جهة تتعامل بخفة مع البرنامج حي قضية أخرى النقطة اللي أريد أقولها أنه في هذه النقطة البرامج بها مشتركات الواقع المفروض هي أفرض عليها يعني هل أكو قوة سياسية تقدر تتغافل عن قضية المحاصصة سلما أو إيجابا إذا المحاصصة حاضر بالبرامج أكو قوة سياسية تقدر تقول قضية الأمنية ما موجودة لازم تكون موجودة أكو قوة سياسية تقدر تقول ما كو فساد أكو قوة سياسية تقول الدولة وسعداءها والخدمات موجودة بالبرنامج إذا المفردات البرنامجية إذا بها مشتركات كعناوين هي مو حالة حالة هي شيء مجرد مفتعلة هذه قضايا ملاحبة ما مأي قوة سياسية حس السؤال شو تتعاملوا إياها بأي تفصيل بأي عينية بأي رغبة هنا أنا الكلام اللي يسير وأنا أعتقد دور الإعلام أخذ الإعلام حقيقة هو يقدر لعب دور في تبصير الناقب في هذه النقطة يبس غير يعرف أول مرة البرنامج فتل السياسية تنطي برنامجها خلي أسمع من سياسة الفريق الحقيقة أنا أذهب كثير إلى أستاذ رائد البرنامج ضروري ويجب أن يكون مكتوب وفي أكثر ما يمكن من التفاصيل والبرامج لماذا موحبة الحزاب الآن ترى حاجة الناس وتسوي برنامجه على أفضل ما يمكن لكن وإحنا كعراقيين أنا أعتقد رئيس القائمة أو الكتلة المعينة هو العنوان البرنامج الناس حاكمة على السياسيين وعلى الأحزاب منشوف الشخص هو عنوان البرنامج أنت من تقرأ برنامج جيد يراد لك منفذين جيدين إذن هاي شغلة أساسية أحيانا الراقيين هم محاكمين على المتنفذين على الأشخاص البرنامج بهالحالة هذه يروح البرنامج ممكن أربعة خمسة بالحزب يكتبوه بأفضل ما يمكن لكن من اللي يقود بعدين من هو اللي يمسيطر من هو اللي رح يعين الوزراء من هو اللي يشترك بالصفقات من اللي يشكل بالحكومة من المسؤول عن مرحلة أربعة سنة من تاريخ العراق إذا هم نفسهم شين قيمة البرنامج المثالي هذا طبعا أنا ما سفف العفو باله يبقى البرنامج على الأقل دليل عمل للمواطن العراقي بس بالنتيجة يتم التنازل عن البرنامج بهذه السهولة وده يتحول إلى مصالح شخصية هذا وقع الحال وليهذا الناس تسعل على الأشخاص يقول لي أنت ويا من بالانتخابات من رئيس القائم ما يسأل على البرنامج هذا آخر سؤال سؤال تقليدي يعني هذا بس هو في حين هذا أساسي المفروض المواطن يقيم الشخص على البرنامج لكن هاي الفقرة مع الأسف صارت إلى جانب يسألون يرقون الأشخاص والشخص هو يعكس حزبه ويعكس برنامجه الحقيقي أما كمظاهر كثير يعني تثار في الأيام الأخيرة يعني التي تسبق الانتخابات أن هناك محاولات لبعاد الناخب عن الذهاب أو محاولات يعني عزوف الناخب عن الانتخابات أكيد تستضمون بها من خلال تجوالكم في المحافظة أو في العاصمة بغداد شون تقدرون تخلون قناعات جديدة للمواطن أنه لازم تغير لازم تروح تنتخب يعني هو الحد يصير أنه أنت صوتك لازم تبطي وروح وانتخب أنت انتخب الذي تعتقده هو صحيح موجودين آلاف المرشحين ما معقول هذول وكل يوتهم ما بهم كفاءات وما بهم نزيين فأنت اختار من بين هذول الناس اسأل اجهد ابحث دروسيار ذاتية اسأل واختار أكيد أكون من بين هؤلاء المرشحين من هو يستطيع أن يمثلك وهكذا هذا جهدنا معهم طبعا طبيعة العراقيين بالبداية نحن الانتخابات نتفيد وكل إثنا ما تروح بس مرر زمن وأنا متأكد بالأخير يرحون وينتخبون لأنه راح تصير بالعكس راح تصير ضغوط أنه يرحون ينتخبون كل واحد بجهة كل واحد بحزب كل واحد برأي الوعي الوطني همين يزيد كل واحد يتبذ ذاته فيروح ينتصو شون الأبرز الأشياء اللي صارت وياك خلال تجوالك في التفقيف الانتخابي سلبيا أو إيجابيا والله إيجابيا يعني فخور أنه كثير من الناس يعرفوني يعني حتى تلتق في مناطق معينة يعرفهم سلبيا أكو من يجي ويعامني وكأنه أنا مسؤول عن مرحلة سابقة ويردي حاكمني مسؤول عن فشل السابق وعن فشلوا أنتوا ما أنتوا ما سواتوا نشي زيان أي من الأمور يعني أحيانا من يضغط علي كنت شرحت الطينة طيب أنا ما أمطيكم أنا أسعى وأبدل كل جهدي لأن أشكل حكومة قوية تخدمكم طيب يقول لك من يقول هذا الكلام يعني صاير في الجدل من يقول من طينة فأتعريبون يدل على هذه النوار يعني أكو أزمة ثقة بها أكو أزمة ثقة طبعا لأنه هذه عملية صار لأربعة عشر سنة وحشي أننا إحنا سابقا بيها هواية ديمقراطية وانتخابات تالية طلعت يعني شون راح نحل هاي أزمة الثقة أستاذ رايد ذلك أنا أعتقدت هي أزمة حقيقية بها لذلك نحن نقول أولا لذلك الشخص مهمين الشخص أنه سيرة الشخص تلعب تلعب دور التفصيل يعني أولا بالممارسة الانتخابية اللي داقولها متطي وعود غير قابلة تبصير أنه ما هو دور الخطاب مالك وجدية الخطاب مالك يعني هو سالناس مثل ما تفضل سيد فريق أنه الناس مرات تتحشي حد شيك هو يقول لك هذا الحد شي حد شي مرتب لا مرتب والآن نتعلمه الناس يحشون حد شي مرتب بس هو عدف المؤشر أنه صدقية قضية الصدقية هو قضية كبرى الآن للموجودة فالصدقية الآن تقدر تنقل توصل هذه الصدقية إلى الناخب أنا لاحظتها مثل ما لاحظ سيد فريق أنا من أشترك بعض الناس يثيرون هالقضية بس أنت من أوجه تسمع له تتفاعل ويالكلام ماله وتأخذه ويها تتغير الأمور أنت دا يشوف طريقة التعامل وياك ونت تترى يبين اللي يريد يراضيك ويصرفك مثل ما يقول واللي واحد ينصط لك ويقول لك يتفاعل يتفهم قليتك ويقول لك أنا هذا اللي أستطيع أسعى لك تتبين ترى الناس في هذا الجهد متعب بعض الشيء بس لكن أنا أعتقد هو ضروري الناس بالمطاف الأخير يعني أمنا نبينهم أنه العزوف عن الانتخابات هو عبارة عن محاقب فشال التغير لا معاقب للذات وليس معاقب المقابل محاقبت أنت الآن المقابل أنت رافض مثلا رافض هذا النهج إذا أنت مدرع الانتخابات هذا صوتك اللي ممكن أن يدفع لإبعاد الفاسدين راح فإذا أنت موضوعيا أنت صوتك أروح وأسقط ورقتي حتى ما يسرق هذا النهج تحتاج على الانتخابات تحتاج على أشخاص وعلى نهج وهذا فرق ليسقط ليسقط العملية كلها نعم إذا كانت العملية كلها يعتبر بيها مزيفة ومزورة وإذا كانت العملية هي مجرد لتزيف إرادة النهج هي فرق نعم التسقيطة معناته قاعدة تسقط أنه أنا عندي إرادة وليده وليده بدي صوتي لكن المواثق أنه صوتي حيروح للجهة اللي أنا سأتطلها فإذا أنت هنا نوعين من الاحتجاج نعم نحن نسعى لأجل كل العملية الاتخابية بيها صدخية وتقطع الطريقة ما متلاعب وصار مجموعة من إجراءات ونتبقى هناك شكوك لكن هناك ضغط دولي وضغط محلي واستغلاب تقنيات جديدة وآليات جديدة لأجل عملية تخفيف من هذا الاحتمال أما هذا اللي يقول اللي يقول لا الاتخابات ما تغير وصوتي ما يغير جيد أنا أهم سألت الناس صوتك ما يغير ما تغير أكو ثورة شعبية تصير خلق نفتهم أنت ما تغير الاتخابات تغير بالعنف أكو القلاب حيصير وتنتهيئة لأ لا مصير القلابات أكو ثورة شعبية على الأبواب وإن الاتخابات دموتها لا والله أنا أقول أكوية الثورة الشعبية هكو تشي أكو الناس تستلعب الشوارع وتريد الدك المقاع عاقل أنت ما تنتخب حتقعد ببيتكم وتقول ما تغير عملية احتجاجية سلبية لا بيبعد تعبوي لا بيبعد أنت وجرد حق ناس ماتوا عشرات السنين من أجل الحصول على هذا الحق على حصول على حق الانتخاب من الزمن الملكية إلى حد الآن أنت تجي بهذه البساطة تتخلى عنها يعني فالشيء غريب يعني تمرفض نوع من الموقف شوية معنى منطق ما بيمنطق هذا ممكن يعني هذا قزي قد يسل عن البعض يتفاعل مع البعض طيب سأتفريق وجهة نظرك معروفة من قضية التغيير لا بد أن يكون الشخص داخل الحكومة ويكون مؤثر حتى داخل الحكومة حتى يستطيع أن يغير يعني أعتقد نظرتك للمعارضة نظرة سلبية مو صحيح؟ نظرة سلبية بالأكس المعارضة يجب أن تستمر وإحنا كل هذا الكلام يتكلم عن الانتخابات يعني بالأخير أنا شايف هاي وجهت نظر شخصية أنه هذه الموضوع داخل البرلمان وهذا الكتل وهذه الصفقات اللي تجري هاي ما راح تسوي تغيير اللي يحتاج العراقيين فالرأي الشعبي ويا رأيتك ثورة شعبية حقيقة حتى تختصر هاي لأنه نستلم يعني استخدم الأساليب المشروعة ووقت الانقلابات العسكرية انتهى بالعراق تستخدم الطريقة البرلمانية بسعني شايف يعني تخيل بالبرلمان وكتلة عشرين وبأربعين وكل قرار صفقات وتدليس وبعدين يطلع الطريقة معينة مهي هذه فيحتاج هذه أن تكون إلى جنبه أكو وحي الشعبي حقيقي فعلا جاهز لأن يطلع للشارع وفعلا أكو استعداد لثورة شعبية لتصليحنا المرض بالعراق يعني مرض استفحل وخطير يعني أشقد النسبة ما لهذه الجهوزية اللي يتحدث عنها أكو يعني أكو الآن نسب عالية أنه بالانتخابات يصعدون ناس نزيهين بهذا المستوى نفس الوقت الشعب العراقي حتى من خلال هذه الحملة الانتخابية هو دا يتهيئ إلى هذا الموضوع وطبعا أنا شخصيا طبعا ما أتردد أقول لهم لا تتوقعون أنه راح يصير إصلاح مثل ما تردون بدون ما أنتوا تكونون جاهزين لأن تطلعون بالشارع وعليهم أن يطلعون فعلا هذا الثاني رأيي أسمع أنه لابد أن يبقى المواطن هو ساند للنائب حتى في داخل مده صحيح لازم يكون ساند وبعدين هذا النائب يجوز يتهمش يجوز يتعرض إلى مؤامرة معينة فلازم أكو شعب يعرفه ويحميه هذا أمر راقع والشعب يجب أن يكون حاضر في كل الأدوار يعني منتخب برلمان وهاي هي ذفه برأس البرلمانين البرلمانين راح هم يعني بالأخير يتعرضون إلى ضغوط وإلى احتمالات كثيرة وخاصة في وضع شائق من العراق فالمفروضة كشعب واعي جاهز لأن يطلع زي ما تعتقد الشعب تعب من هذه المراهنات على وجوده في كساند للحكومة أو كمراقب أو كخروجه بتظاهرات من أجل تصحيح الشعب العراقي كان كساند للحكومات وكساند للأنظمة وكناس جاهزين بس يطلعون يهو سور للحكومات هذه المعادلة خليه تتغير خليه تتغير خليه يكون هناك شعب ساند للمعارضين بالبرلمان شعب ساند للناس اللي يردون إصلاح العراق طيب هالشكل المخروض السادراج وجهت نظرك من المعارضة ذكرت لي في لقاء سابق أنك ممكن تختارون يعني كسارون إذا ما حققتوا شيء كبير في داخل الانتخابات أو لم يكتب لكم التحالف مع كتلة سياسية أخرى لتشكيل الحكومة من أجل إجراء تغيير حقيقي نعم فإذا شفنا أن هناك اعتلافات غرضها مجرد تشكيل أغلبية للحكومة بدون وجود نية ورغبة جدية ورؤية برنامجية للتغيير فأنا أعتقد هذا نعتبر نقض الناخبين إذا ندخل بيش حكومة إذا كيش لكن طبعا نتريد أي برنامج أي إحنا أصحاب مشروع المشروع يتحقق من خلال سلطات تفيذية أخوة مويت رابط فقط بالسلطة التشريعية فإذا نعم نريد أن نلعب دور في أن تكون تشكل حكومة تحمل مشروعا تغييريا وإصلاحيا حقيقيا وإداء أولويات ولذلك نجي على البرنامج لأن يحشون لنقوم بأغلبيات أولويات عندك موازنة عندك فلوس محينة وين نحذبها حذبها لهنانا هذا البرنامج يلحدده لذلك نعم إذا هذا ما تغفرت ناشط سميتها معارضة سميتها معارضة إيجابية حكومة الظيل حكومة الظيل يعني بضرر يعني سعر أن تسقط نسقطت نموذج البريطاني عندنا يعني بعد ما وصلنا هذه المرحلة بس نعم تقدر ترصد وتأثر إتا عندك رؤية برنامجية إنت ذاك وقت ما شفت أنه التوليفة الحكومية المقترحة أو الأسسة اللي قامت عليها تحققها تبقى أنت تبقى تدافع عن برنامجك من خلال دورك الناقد والبراقب وممكن تتحملها أربع سنوات أخرى لو ممكن تدفع باتجاه إزالة الحكومة وتبديلها لا لا ها تغيير حكومة تعتمد على الحكومة ما ستفعل يعني إذا ما شعقوا أقبل شوف سأكون إتجاهات الناس متتحمل سأخذ على الاقتصاد إذا وقت الأمور تسير باتجاه مفاقمة مشكلة الخدمات مشكلة البطالة يعتمد على الريع وبعد ينتصي الضرائب وهاي عن ناس العلم يعني أنا سأل شافت شوف أنت في أكثر مكان قالوا هش من الضرائب يلقع تزداد بيت فإذا إذا تتوصل مرحلة أن حكومة يستير في نهج مو صحيح ومو غير أيش هاي من ضمن الآليات البرلمانية أن تمنع ثقة ما تمنع ثقة بس هذا يجد مرحلة قد إذا استفحل الموضوع بيها بس هاي هذه الخيارات ضمن الخيارات البرلمانية الليبية وشورة حتتطور الأمور وأنا أرجع لأن نقطة تفضل بإجارة إشارتها الضغط الشعبي يبقى ضروري حتى لو كتب الحكومة لسبب كل شيء بسيط إحنا نعرف كل زيان الناس حشين إذا كان الفساد إذا كان الناس القوى اللي استفادت من هذا التراهل بالدولة ومن سوء الإدارة لأن هذا ينبيا كل من يستفيد منه هذا التمع هذا يرد يقدم مقاومة كبيرة جدا حتى أي حكومة حتى لو تريد ممكن الضغط الشعبي يكون عنصر مو ساند الحكومة ساند لعملية التغيير ساند لعملية الإصلاح وبالتالي يضع هو يلعب دور أيضا في تذكير الحكومة بأولوياته تذكير حكومة بأولوياته لأنه تباشي حكومة بالحكومة حصل عندك فرشة طويلة الأمن والخدمات والعلاقات الخارجية وهذا المشروع وهذا يجر منه وهذا يجر منه فهي الراد وعي يذكر الأولويات وين فالناس لازم يكون واعية وين أولوياته وين مصالحه فأنا ما أجد أنا أجد الضغط الشعبي لأشكال التعبير المختلفة بأشكال مولا تظاهر طبعا الضغط بأشكال مختلفة بالتظاهر بإعلام الاحتجاجات إلى آخرين هذا ينطبق أيضا على منهاج دولة المواطنة والدولة المدنية لكن أيضا يبقى الجانب العسكري أيضا حاضر في هذا الموضوع وإمساكه من قبل السلطة وهذا يمكن أن يسير في الدول القمعية وحتى الدول العلمانية التي تستخدم الجانب العسكري للحكم من وراء الستار ما رأيك سيد؟ المؤسسة الأمنية والعسكرية ركن من أساسي من أركان دولة المواطنة في كل العالم هذا أما كيفية الاستخدام بطريقة قسرية أو طريقة تعسفية تجاه المواطنين هذه تتبع إلى طبيعة النظام القائم وعلى الضوابط وقوة الدستور وقوة الرأي والرأي الآخر بهذا الموضوع هذا الاحتمال أنه يستخدم القوات المسلحة بهذه الطريقة يجب أن لا يلغي الاهتمام بضرورة وجود مؤسسة عسكرية قوية مهنية كفوءة دافع عن سيادة البلد هذا الموضوع صار فيه عندنا خلل بعد الـ 2003 صار خلل بعد ما حل هذه المؤسسة طبعا هو مو فقط الجيش العراقي انحل وأنه هناك 11 كيان مهم بالدولة العراقية انحلت فسبف فراخ ولهذا شوفوا جوانا بضعة مئات احتلوا ثلث العراق وبقى الوضع الأمني مضطرب وعطل العملية وإلى الآن إلى حد ما رغم التضحيات الكبيرة التي قدمتها المؤسسة العمنية هناك مئات الآلاف من التضحيات بهذا المجال مع ذلك مؤسسة أمنين ضعيفة لأنه لا يوجد رؤية وطنية لصياغة هذه المؤسسة أولا قالوا هذا الجيش تابع للنظام السابق وهي فد نظرية يعني فد بدعة يعني جيش وطن شن النظام السابق المحسوبين عن النظام السابق يطلعون كأشخاص ويجون غيرهم ومؤسسة تنشي بعدين هو بالجيش بالأخير لاعتماد الجيش على الناس المقاتلين اللي موجودين بالشارع واللي هذول هم أصحاب التضحيات فهذه الشغلة أثرت سلبيا على معنوية الجيش وبالتالي حتى على معنوية القوات المسلحة يعني إحنا عندنا عشرات الآلاف من العسكريين ضباط ومراتب رواتبهم تأخرت قسم قطعة عدة سنوات رواتبهم استحقاقاتهم التقاعدية جزئية الآن يقلبون أشياء ينتظروها من الحكومة وصار لها سنوات نايمة في مكتب رئيس الوزراء وبدون مبرر يعني حتى مححد يطلع ويقول لهم شنو الأسباب أو ينطيهم أمل للمستقبل هذا جزء من الحالة المعنوية للقوات المسلحة بشكل عام يجب أن تعالج المهنية يجب أن تأخذ مجرها المحاصصة خطرة على أموم البلد لكن أخطر ما يكون بالقوات المسلحة القرار الأمني يجب أن يكون قرار مركزي ورؤساء الأجهزة الأمنية وزاراتها عليهم يرتبطون بالقائد العام للقوات المسلحة المنتخب وقراراتها مركزية متخضة على الأحزاب والمحاصصات وهذه المحاصصات مرتبطة بدول وبشبهات كبيرة هذا خلل يجب أن يعالج طيب رح أرجع لك سيد الفريق بكلمة أخيرة سيد رائد أسمع منك كلمة أخيرة توجيها للناخب والأولا كلمة الأولى أن الناخب يحصل للاختيار الشخص والرؤى اللي يعبرون على هذا الشخص أنا مثلا النقطة من يقولون أنا أختار شخص هذا الشخص هو ما عنده برنامج معلن بس هو عنده برنامج مضمر يعني حتى هو نهجة من كان يسأل بالسلطة هو عبر عن برنامج من خلال سلوكه من خلال سلوكه فهو البرنامج في كل الأحوال ضروري فإحنا دعنا نقول خليكون معلن ما يكون مضمر وقال للناس تعرف أنه هذا الشخص يقدم التزام لأنه البرنامج بنعني الناس هذا عقد بيني كمرشح وبين المواطن اللي يتخبني فإذا الناس لا تريد عقود العقود أو تعلمت أن الناس تنكث العقود وهذه نقطة كبيرة نظهر الكلمة ما لا قيمة والعقد ما لا قيمة نحن نعتقد العقد لا قيمة والكلمة لا قيمة وإذا نقوله بالضبط ماذا نريد أن نعمل نعم كلمة خيرة سيادة الفريق أنا اعتمنى من الناخب العراقي أن يكون حر في رأيه وأن حر يتمتع عن بالحرية والشجاعة وينطي رأيه بانتخاب من يراه مناسبا لإصلاح العراق العراقين كلهم بتكلمون الآن فساد وكذا هذا الحج صح لكن هذا الرأي الحقيقي هو رح يكون ألم رح ينتخد عليه أن يفتش عن نواب جدد للعراق تتمثل بهم مواصفات الإصلاح نعم وشكرا لك وشكرا لك سيادة الفريق الركن نجيب الصالح عن تحالف سارون شكرا جزيلا وأيضا شكر موصول لك ساد رائد فهمي أضل لجنة المركزية للحزب الشيوع العراقي شكرا جزيلا لك وأيضا الشكر موصول لكم أحبة المشاهدين حلقتنا انتهت نراكم في حلقات أخرى تصبحنا على خير شكرا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم